السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي طلب الثالث اعدادي معكم الان مسين ضربية على قناة سوية انجليزي النهاردة باذن الله هنشرح درسين ثلاثة واربعة الدرسين ثلاثة واربعة في الواحدة احنا باذن الله شغالين الكتاب المعاصر احب اقول ان انت كمان لأول مرة تشوفني اشترك في القناة لو انت بتابعني فاشار القناة لكل صحابك ودفعتك عم موفق باذن الله يلا نسمي لنا اتوكل على الله علمك وكتابك معي وعايزك ذهنك صافي جدا وتدخد الدرس عشان تزلقنه او تفهمه او يثبت او يدخل دماغك من اول مرة فتعالا كده اه بنبدأ بالفوكابلري في الكلمات او بنبدأ بالجزء الخاص بالكلمات فتعالا نتكلم في الكي فوكابلري الكلمات الاساسية ورئيسية اقرأ كده معي وعايزك بقولك ان الكلمات ديت ليا الكي فوكابلري لازم ان تحفظ صم طالب يحفظها لان هي دي الكلمات اللي هو هيجيبلي كومة الاختياري عليها فاقرأ كده ورايا اول كلمة معي هي log وطبعا ده verb بمعنى يسجل دخول لما اجسجل دخول على اي application فبيقوللي log in log in يعني استسجيل دخول فهي log verb ولو انا عايز اجيب التصريف التاني منها بضيف بضعف الجي وبقول logged وتبقى logged in يسجل دخول يسجل دخول log in ويه ده فعل وفعل منتظم لو انا عايز اجيب التصريفاته بقول logged in بضيف حرف الجي ليه لان الفعل نهايته حرف ساكن وقبل الساكن ده متحرك فبالتالي لما اجيب التصريفات بنضيف حرف الساكن ده فبيبقى logged in اللي بعدها fill ويهي بتاخد بربط شنحرف الجرر in وتفعل منتظم لو انا عايز اجيب منه تصريفاته واضوف له ايدي fill معناها يملأ استماره بلاج يتصل بالكهرباء اللابتوب يتصل بالكهرباء متصل بالكهرباء turn on معناها يشغل طب لو انا عايز اجيب العكس بتاعها بحول on ده لوف تمام يبقى turn off بعد كده عندي كلمة تقليدي traditional turn off معناها يطفي charge يشحن password كلمة السير password حرف يدوية او عمل يدوي handy craft handy craft فنانين artist ولو انا عايز اجيب فنان واحد باشيل اس الجامع فتبقى artist دي بالنسبة لكلمات كيف وكيف الكلمات الاساسية والمفتاحية والرئيسية تعال اكمل معي كده lesson 3 كلمات مهمة كده بيجيبها لك بين كتاب الطلب وكتاب الworkbook فبيقولي assistant يعني مساعد email يرسل بريد الكتروني email again مرة اخرى drop يسقط ويرمي form معناها استماره ونموذج town center وسط المدينة هكراهم تاني الانجليش assistant email again drop form town center جواز صفر جس معناه يخمن وتوقع كلمة كارنر يعني ركن وزاوية باتري بطارية suddenly فجأة rule قعدة ثاني كده passport جواز صفر جس يخمن ويتوقع كارنر باتري suddenly بمعنى قعدة او قم درس الرابع عندي كلمة statue يعني تمثال wooden يعني خشبي خلي بدك ان دي صفة لو عايز اقول ان دي ترابيزة خشبية فاقول a wooden table بعد كده كلمة سجادة اسمها carpet جودة 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 كيف هقول عربك south يعني جنوب style مجوهرات مزين ومزهرف دي صفت معناها ناعم ولين كلمة ملون التعليمات التعليمات كملكم معي عندي كلمة يعني خشب لاذر يعني جلد مدبوغ يعني جلد مصنوع وول الصوف جلاس الزكاج وبعد كده عن كلمة سطون حجر متال معدن وبلاستيك اللي هو البلاستيك تمام بعد كده هيجيب لي ايه هيجيب لي تصريف الافعال غير منتظم الماضي منها سنت سنت لوز يخسر الماضي منها لست لست فايند اوت يكتشف يبقى فاوند اوت فاوند اوت شوز 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 ميت 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 بريك يبقى بروك بروكن دي بالنسبة لي الريجلور فيربس الافعال الغير منتظم بعد كده بيدخلي في كولكشنز المتلازمات اللبزية دو همورك يؤدي الواجب لص همورك يفقد الواجب او ما يعملوش فولو ارول يتبع القاعدة ويتبع القوانين خلي بالك من دي مهمة ايرن ماني معناها يجني نقود ويكتسب اموال هاذا بروبلم عنده مشكلة جيت انفرميشن يحصل على معلوم بعد ما خلصت الجزء بتاع الكلمات عايز تستطب زا فيديو ناو اند استطادي زا فيكابلاري اولا لو انت عايز توقف الفيديو الوقتي خمس دقايق اهم كلمات توقف وتحفظ الكلمات الاول عايز تكمل كمل بس انا نصحت لك انك تحفظ كلماتك الاول هيديك فهم بنسبة 90% وانت بتكمل باقي الدرس هندخل بعد كده على نصوص الريدنج والليسن اي انا عندي هنا هتبقى دي عبارة عن محادسة او ديالوج او conversation او chat ففي هنا شخصة بيقول hello how can i help you ايه ازايك ايه قدرة ساعدك ازاي اكيد ايه اللي هترد طول hi i bought a laptop انا بشتري laptop last week i bought انا اشتريت laptop last week الاسبوع اللي فات when i was doing my homework لما كنت بعمل الوجب بتاعي اتصدرني turn it off يعني اتقفل فجأة now الان i can't log in ما بقدرش اسجل عليه تقول and i think i lost my work وانا اعتقد ان انا كده ايه ضيعت العمل بتاعي وضيعت كل حاجة انا عاملة فالمهانسة او الانجينير ده بيقول لها ايه بيقول لها was the computer blocked in خلي الكمبيوتر متصل بالقهرباء فقالت له yes it was blocked in i was charging the battery انا شحنت البطارية فبيرد عليها بقولها did you turn the computer again انا بفتحي الكمبيوتر ثاني كده فقالت له yes but then it said my password to login it was wrong انا بفتحه فقالت له yes نعم but then ولكن بعد ذلك it said my password to login it was wrong لما باجه افتحه بكتب الباسوورد بتاعي بيقول لني الباسوورد رونج خطأ فالمهندس ده بيقول لها on moment please لحظة لو سمحت i just emailed you a form انا هبعط لك كده استمارة to fill in تمليها to get a new password علشان تعملي password login it again with the information افتحيه ثاني بالمعلومات دي i hope that this works هيشتغل بعد كده قالت له okay thanks you كده المحادسة خلطت على اللاب توك او على الكمبيوتر تعال بقى نشوف البراجراف القدامي او السيل اللي جاي ده عن Egyptian Handicrafts اللي هي الهانديكرافت زي الحرف اليدوية المصرية the best quality and prices these beautiful water boxes can be used for a wall area هيكلم اول حاجة على الباكسز دي فبيقول the best quality افضل جودة and price وسعر these beautiful wooden boxes الصناديق الخشبية can be used for a wall area باستخدمها من اجل ايه المجوهرات they are decorated ده بيتم تزيينها with shells بالاصداف والحاجات دي in traditional designs في تصميمات او نقوشات تقليدية they are made by artists اللي عملها الفنانين near the coast بالقرب من القاست the laser industry بعد كده بيقولي الصناعات is one of the oldest in egypt and our bags are the best quality واحدة من اقدم الصناعات في هنا في مصر and our bags and our bags وشنب بتاعتنا كلها بتبقى best quality زادة جودة عالية the laser is very soft الجلد بيكون very soft ناعم جدا او ناعم الملس نكمل معايا we sell many different types of boots بحنا بنبيع انواع كتيرة من الاواني عافين انتوليها الصواني والاواني الفخارية في الصورة قدامك دي and different colors في الوان مختلفة for your home للمنزل the artistes الفنانين بنت بير بيرسمو the boots with traditional arabic designs بتصميمة عربية تقليدية حاجات بقى فرعانية وكلام من ده بيرسمو بيها الايه البوتس الاواني اخر حاجة معايا بيقول لي ايجيبت has a long history of making beautiful carpets مصر لها تاريخ طويل مع صنع beautiful carpets الليها السجاجيد الجميلة these colorful ملونة modern carpets وسجاجيد حديثة we look amazing انو ايني هوم هيبقى شكلها رائع ومزهلة في اي منزل call or email us to find out about special offers كلمنا او بعتلينا email عشان نديك special offers وعروض ايه خاصة مميزة بعد كده بيقول لي تعالى نشوف تعالى مع بعض بقى نقرأ الفقرة اللي جادي بيقول congratulations on buying a new computer مبروك ان انت اشتريت new computer computer جديد here are the introductions ديت instructions التعليمات for how to use it ازاي هتستخدم اشترينا لابتوب جديد وبيديني instructions التعليمات او الخطوات اللي انا هفتح بيها او هستخدم بيها لابتوب first اولا plug in the computer to charge the battery leave it for 3 or 4 hours اولا كده تسجل دخول على اللابتوب او على الكمبيوتر بعد كده to charge ابدأ اشحنه اشحن the battery البطارية leave it for 3 or 4 hours يسيبه 3 او 4 ساعة now and turn on the computer افتح الكمبيوتر رقم 3 when the computer is ready لما الكمبيوتر يكون جاهز it will ask you to fill in some information هيطلب منك انك تملى بعض المعلومات كده number 4 write your name اكتب اسمك and choose a password واختار password that nobody can guess ما حدش يقدر يخمنه now and you can log in تقدر انك تفتح into your computer الكمبيوتر بتاعك and start using it وتبدأ تشتغل عليه don't forget to turn off your computer when you are not using ما تنساش انك تقفل الكمبيوتر لما when you are not using it لما يكون خلاص مش هتستخدم تعالا نشوف كده هنا ميني براجراف صغير رهوت بيتكلم على south of Egypt جنوب مصر it's famous for كانوا مشهورين بالبيوتفول handicraft بالصناعات اليدوية البيوتفول الرائعة حطوا نقطة وبدأ جملة جديدة الناس اللي بتعيش هناك سالكاربتس بيبوع سجاجين باسكتس وسلات and colorful بواني رائعة بعض النسائنة في القرية او في القرى بالقرب من اسوان اللي بقايا البقايا بتاعت او الخشب البقايا الخشب بتاع الاشجار ده او اشجار الخشب بيعملو او اوراق الخشب بيعملوا منها ايه بيعملوا منها handicrafts في اجزاء اخرى من مصر الناس بتعمل handicrafts بتعمل صناعات يدوية من الخشب and laser and glue these handicrafts are very popular الحاجات دي مشهورة جدا وستيرست عند السائحين and help the Egyptians ومتساعد المصريين to earn money ان هما يكتسبوا اموال كامل كده معي هيجيب لي هنا فيديو سكريبت هنقرأوا كده مع بعض بيقول لي ceramics is the word we use to describe boots pauses balls and tiles بص يا سيد مادة اسمها ceramics كنت طبعا كلنا عارفينها الكلمة دي بنستخدم بها عشان نصف الاواني واللي هي الاواني الفخارية اللي هي الفازات والبولز اللي هي الزهريات وهكذا and tiles وإيه تاني والبلاط that are made from clay الحاجات دي مصنوعة من slay من السلصال clay is a type of mud الكلي ده نوع من أنواع المد الواطين which you can use to make ceramics عشان تستطيعو عشان تعمل السراميق this man is using clay to make a vase معظم الناس بتستخدم الكلي ده علشان تعمل الفازة we can then paint the ceramics to make them both colorful and more beautiful بنمسك احنا بقى الطين او السراميق ده نعمل عليه عليه colorful الوان ويهي عشان يبقى and more beautiful عشان يبقى جميل اكتر من اللازم the ancient Egyptians المصرين القدماء made some of these aliased ceramics in the world هم اول ناس يصنع السراميق في العالم they used clay from both the river nile in the south of Egypt from the city of Kana استخدموا الطين اللي هو بتاع نهر النيل في الجنوب وخاصة المدينة او محافظة Kana the ancient Egyptians used both كانوا بيستخدموا kinds of clay انواع الطين there to make some ceramics that you can sell see today بيستخدموا الانواع من الطين عشان تعمل السراميق اللي احنا ما زلنا بنستخدمه today الايام دي this puzzle is almost four thousand years الفازات والحاجات اللي هي التراصية ديت منذ الاف السنين it was made from Kana clay معمولة من الطين او المعمولة من السراميق الطين اللي هي الطين بتاع التربة بتاع محافظة القنة قنة clay makes boots are whiter than those made from nine الريال اللي الطين او الكل ده بتاع القنة بيعمل boots اواني are whiter than ابيض من تتصنع من النيل clay من الكلي بتاع النيل نهر النيل this puzzle is even older الفازة دي اقدم it's almost five thousand years عندها حوالي يعني معمولة بقالها حوالي خمس تلاف سنة and it was made from clay from the nine ومعمولة من الطين اللي هو من نهر النيل او من النيل neither buzzer is painted people probably use both of these buzzers to carry water معظم الفازات دي ما كناش بنلونها الناس كانوا بيستخدموها عشان يشربوا فيها ويحطوا فيها ماء نكمل معايا this بلات الطبق ده from من القرن التسعتاشر this بلات الطبق ده is even older اقدم it is from 11th century من القرن السبعتاشر post بلات كل من الطبقين are from Egypt من مصر and they are painted beautifully وتم رسمهم بطريقة جميلة جدا Egyptian ceramic ceramic بتاع المصريين are very beautiful جميل جدا do you have any at home هل عندك منه في البيت اي انا السلاميك ده طبعا ده الجزء بتاع subscribe او تعال كده نشوف اللي انا ممكن استخدمها او اللي كانت موجودة عندي في النصوص اللي فوق معايا بيقول لي وييجي بعدها الصيف التفضيل وبعد كده اسم يعني لما قولك مثلا النقاية واحدة من اطول في المدرس يبقى one off ز وصفها من بعد يجي بعدها ايه كلمة fill in و fill with كلمة fill in يملأ يعني ممكن يملأ استمارة او يملأ معلومات مع in لكن fill with يملأ بي او يملأ بي فدقولك fill in we want to know information about you املأ الاستمارة دي لو سمح احنا محتاجين نعرف information معلومات about you عن لكن كلمة fill with معناها يملأ بين لما اقولك النطاقة fill the bottle ملت البطل الزجاجة with cold water بموية باردة يبقى fill in و fill with كان من رقم three when we can we earn خلي بالك ان كلمة earn هتيجي معمني مع الاموال لكن كلمة gain معناها يكسب او يكتسب ممكن يكتسب معلومة او يكسب معلومة يكسب وزن يكتسب خبرة وهكذا كلمة when معناها يفوز بجائزة بمورا بمساوقة وهكذا فكلمة when يفوز بي بتصريفاتها one one لما قولك انه one فاز بجول بمدال بمداليا زهبية انجودو في الجودو هو حكيم ازاي اكتسب خبرات كتيرة في حياته يبقى هنا gain ممكن تجي مع وزن مع معلومات بعد كده بيقول ايرن معناها يكسب مال او معيش اموال اكتسب اموال كتيرة في المملكة العربية السعودية ندخل عن رقم بيقول بيقول بي بي يو خلي بالك انا دايما بيحب ان يجي بعضه مصدر لكن دايما تلاقيهم براحين ناحية ان يكون متضافل اي او 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 هكذا فهنا بيقول لك يجي بعدها مصدر لكن هاي يجي بعدها مضافله اي 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 والاثنين معلوم يستخدم فيه تعال نشوف المايكرويف الحراري الصغير ده بيستخدم يسخن القالد فود اللي هو الطعام البارد لكن بنقول يجي بعدها مصدر ضفل اي نجي المايكرويف بيستخدم فيه تسخين الطعام البارد تعال نشوف خلي بالك معي بقى في شوية دول يتحدث لشخص يعني انا هتكلم مع مسلا مستر احمد فهقول لك ده معنا يتحدث الى شخص لكن لما نتحدث عن شي فاسم ها talk about لما نقول ان احنا talk about احنا اتكلم عن COVID-19 عن COVID-19 او COVID-19 يبقى هنا talk about احنا اتكلم عن شي يبقى talk two يتكلم مع شخص لكن talk about انا هتكلم عن شي او عن موضو اللي بعدها get a new passport معنا يحصل على كلمة سر جديد حقا معنا يمشي عالطريق يشعر بالسوق الشديد عندي كلمة معنا يمشي بامتداد معنا يجري حول الناصية او الزاوية run around the corner ادي مثلا القرنر هي يجري حوالين الناصية دي take two present بيسجر او ناخده للسجن made by مصنوع بواسطة common mini colors يأتي بعدة الوان come in mini colors كنا بنقول ان البودس الاواني واللي هي الفاغزة والحاجات دي والكاربتس ما لهم common mini colors بيجوا بعدة الوان متعددة معنا فيه رسوم تقليدية ورسوم قديمة يعني معناها بانوان مختلفة بيقول لي بعد كده معناه بيعمل اعمال يدوية جميلة بعد كده بيقول لي بيجي بعدها النون يقيم بيجي بعدها وضف له ing لما قول لك انا مهتم بمادة ريوبيات او ممكن قول لك انا مهتم بلينج فوتبول بلعب كرات القدم بعد كده بيقول لي بيبيع في محلات مختلفة بيبيع في محلات مختلفة مشهور مشهور لدع او محبوب انا كده خلصت الدرس عايزاي خلصت درس بثلت ساعة عايزك تذكر الاول وبعد كده حل وبعد كده تاني افتحه تاني واشتغل بقى على تحل كل اللي فات ده وتعال بقى نشوف مع بعض دراسة الكلمة هيجيب للسنانمانز اللي هي المتراضفات والانتونمز المتضضات هيجيب للكلمة ولها معنى كمان والعكس بتاع فانا عندي كلمة يعني بتسوي كلمة بيجين يعني يبدأ برضو فالعكس بتاعها او عكسها يبقى كلمة فانش تيرن يعني يشغل عكسها هيبقى سويتش اون او تيرن اون يبقى عكسها اغلق او كلمة اذا اذكر معناها ويبقى العكس بتاعها فورجت كلمة صحيح معناها وهيبقى عكسها كلمة سهلة وبسيطة وكلنا عارفين هيسجل دخول لنظام الالكتروني معناها استخدام بداية استخدام الموقع او معناها برضو عكسها يبقى او يبقى عكسها لوج اوت او كلمة ملون معناها كلمة يعني ملون ويبقى عكسها كلمة سادة بعد كده هيتخلي في البدايات والنهايات فانا عندي كلمة اي ان اللي دي بتحول الاسم لصفة يعني مثلا عندي كلمة خشب طب اقول يبقى خشبي حاجة مصنعة من الخشب عندي كلمة او المقطع النهاية فل بتحول الاسم لصفة يعني عندي كالر معناها لون طب عايز احول هالصفة تبقى كالر فل ملون اي ار تحول فاعل الى اسم فاعل يعني رب يسرق فتبقى ربر اللص او الصارق اي او بتحول الاسم لصفة يعني عندي العادة والتقليد ترادشنل يبقى تقليدي زاكر دول وحل عليهم تعال بقى نتكلم عن الزمن بتاع الوحدة ديت هو زمن الماضي البسيط اي زمن احنا بناخده لازم بناخد فيه خمس حاجات اساسية ورئيسية اول حاجة معايا هي التكوين وبعد كده باخد ازاي بنف الزمن داي بقى نيجيتب بعد كده باخد السؤال وبعد باخد الكلمات الدلة وبعدها باخد الاستخدام هقولهم تاني وعايدك تكتبهم في كتابك في نفس المنطقة دي كده اول حاجة هي التكوين تلك كلمات تاني حاجة باخد النجيتب النفي تالت حاجة باخد السؤال رابع حاجة بقول هي وخامس حاجة بقول الاستخدام فتعال كده مع اول حاجة معي اللي هي التكوين تكوين الزمن ده في الافعال المنتظمة بيقوم من الفعل وال سوبجيكت وبعد جد التصريف رقم ايه التصريف رقم اتنين فاحنا بنتكلم في الوقت في حاجتين لو الافعال اللي قدام ده منتظم او غير منتظم لو منتظم فانا ماخد التصريف التاني من الفعل ايه الافعال اللي غير منتظم يعني بيتختلف فانت عندك قط 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 يعني يقطع قط 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 طيب دول ايه دول انا اخدت كده الايه التكوية تعال انت نزل تحت كده على استخدام الفرب بزمن الماضي قال لك في الماضي بعمل ايه الماضي منه و و تاني كده و و و طيب مين بياخد الو اي وال اي اسم مفرد بياخد الو في الاسبات و و اي في النفي انا عندي و و از بياخد واي فاعل جامع بياخد اي اسم جامع بياخد اه قال بياخد في الاسبات و في النفي يبقى الو في الماضي كيف تنمين بياخد الو ا olika احمد زي از كير كل الكلام كيف ياخد ياخد في الاسبات و ياخد في النفي انها كانت ايه مسيرة جدا تعال نشوف بعد كده زمن الماضي البسيط أول حاجة هناخد فيه الزمن الماضي المستمرة احنا خلص أخدنا البسيط فتعالى نشوف المستمر أول حاجة هناخده فيه بالإيه الفرميشة تعالى نشوف فيه اللي انت عندك الهي والesi والشو الادت بياخد واض وطالما انت بتقول مستمرة يبقى الفيرب واضف له هنا إيه ING وبتقول ماضي اه يبقى Always Where? تاني كده زمن ماضي مستمر ماضي اه طب ايه اللي بعد ماضي مستمر. مستمر يبقى الفارب هتضف له ing. طب وماضي يبقى الماضي منهم was where. حلوة اوي. مين بياخد الواز? الاي والهي والشي والات واي فعل مفرد. مين هياخد where? الوي والي والزي واي اسم اي جامع. حطيلي كده مثال. ادي كلمة was وادي كلمة الفعل ومنتهي ing. المثال بيقول لي. هاو ما بيدرسوا ماسس. انا عندي استادي هنا برضو مضف له ing. جي. كامل معي. لو احنا هناخد اول حاجة بعد كده الجملة الخبرية المنفية. فانت عندك was where? اه. عايز اقول لك حاجة طالما انت في الجملة هيكون عندك فعل مساعد was aware. او ام او از او ار. هاز او هاف او هاد. اي حاجة طالما جاي بعدها. ده فعل مساعد. ولسه هيجي لي فعل اساسي. فالنفي ببقى بسيط جدا بيضافة نط. انا عندي was where هضيف نطي تبقى wasn't وتبقى weren't. دي المثال. I wasn't eating my dinner. they weren't studying masses. خلي بالك ان was not ممكن تبقى واز انت بيجيب لك اختصارات. where not وممكن تبقى ورنت. ده كلام سهل وبسيط. عارفينه من ابتدائي. كمل معي. تعالى نشوف بقى صيغة الاستفهام. الاستفهام عندي بنوع. يا اما بكلمة ايه? كلمة استفهام. لو انا هسأل بwas aware فده معناه هل? هقول لك وبعدين دي معناه هل? بعدها بجيب فعل. وبعد كده المصدر مضاف له. ادي لي مثال. لو قلت لك كاميرا. هل هي مضافلة اين جي? لو في اثبات هقول يس شي واز. ولو في النفي هقول نو شي واز. المثال بعدها بيقول لي هل هما بيشاهدوا التلفزيون? فلو هما اي فى يس شي واز يس زي لو هما لقى يبقى نو زي وارت. تعالى نشوف كده السؤال بكلمة الاستفهام. الا كده تستخدم كلمة الاستفهام بعد كلمة الاستفهام بعد بعد فاعل ومصدر فاعل. هنا بعملهم معاملة الفاعل المساعدة. يعني هحط كلمة استفهام. هات بعدها وبعد كده فاعل وبعدها المصدر مضاف له اين جي. لما اقول لك انت كنت بتعمل ايه الساعة خمسة يستردي? هتقول لي خدت واز ولا خدت واز وبعد كده مضاف له اين جي. المثال اللي بعض وبقول لي what was she doing yesterday evening? كاب بتعمل اين بارح? بالليل. طبعا هقول ان she was brushing her teeth كاب بتغسل اسنانها. فكلمة brushing او الفاعل brushing اضفنا له هنا ايه? اي ان جي. تعالى نشوف الاستخدام. يستخدم زمن الماضي المستمر عشان يعبره عن حدث. الحدث ده كان مستمر رفاقته معين في الماضي. لما اقول لك هي was watching tv انا كنت باشاهد التلفزيون. اد سكس اد سكس اكلاك يستردي. انا مقولتش يستردي بس. لا انا حددت. قلت اد سكس اكلاك يستردي. الساعة ستة مبارح. يبقى انا كده محدد. كما يستخدم زمن الماضي المستمر ايضا للتعبير عن فعل الفاعل ده كان مستمر في الماضي. وقطعه حادث اخر قصير في زمن الماضي البصير. يبقى تاني كده الماضي المستمر بيعبر عن تعبير بيعبر عن فعل كان مستمر في الماضي. اده الفعل او كده الحدث اللى كان مستمر في الماضي. وإيه اللي حصل? وقام جاي حدث اخر اسمه ماضي بسيط قطعه. تاني كده يبقى حدث كان مستمر في الماضي. ويجي حدث ماضي بسيط قطعه. بينما انا كنت بعمل واجب بتاعي التليفون رانج. ده معناه ايه يا شباب? معناه ان كلمة بيجي بعدها ماضي مستمر. ايه هو الماضي المستمر؟ هو هو الحدث الذي كان مستمر في الماضي ما هو الماضي البسيط؟ هو الحدث الذي كان القاطع في الماضي المستمر اديني كمان مثال لو قلتلك بينما كانت تقرأ القصة ممكن نقول النور انطفى القهربة قطعت يبقى يبقى ايه اللي حصل ان النور جاء قطع يبقى كان فيه استمرارية في الماضي وجاء الحدث اسمه ماضي بسيط قطع الحدث المستمر ده فتعالا كده شوف معي الحاجة الجديدة اللي جاي لك دي عندي كلمة رابط اسم واي الوقاز وجوستقاز التلت راغط معنهم بينما وأثناء عايز اقولك ان الحتة دي مهمة فعايزك تصحى كده وتتعدل معايا كده وتعدل ألمك وكتابك وفوق معايا في الجزئية دي عندي كلمة واي الوقاز وجوستقاز التلت كلمات معنهم بينما او اثناء التلت كلمات دول يا شباب لازم يجي بعدهم ماضي مستمر لازم يجي بعدهم ايه ماضي مستمر طب والشقة التانية الجزء التاني من الجملة ماضي بسيط طب هقولها كمان مرة عشان قدي مثال واي الوقاز وجوستقاز التلت كلمات دول معنهم بينما واسناء التلت كلمات دول لازم ان يجي بعدهم زمن ماضي مستمر وبعد زمن الماضي المستمر فالجزء التاني هيبقى زمن الماضي البسيط المثال بيقول لي بينما احنا كنا وقفين منتظرين عشان ندخل المتحف انا شفت صديقي من امير ايه الحدث اللي كان مستمر انه ما كان وقفين في الانتظار عشان يدخل المتحف ايه الحدث اللي جاء طعو انه شاف صديقه امير يبقى حدث كان مستمر في الماضي ويجي واحد تاني ماضي باصي قطع يا رب تكونت فهمت طيب ينفع الرابط تيجي في منتصف الجملة جدا تيجي في منتصف الجملة ايه المشكلة ويجي بعدها ايه مس بص هو لازق فيها زمن الماضي المستمر والله جت في الاول فلازق فيها الماضي المستمر جت في المنتصف فبردو لازق فيها الماضي المستمر هي عايزة ماضي مستمر مين دول ويل وقاز وجسس طيب الشرك التاني بيكون ايه الشرك التاني بيكون ماضي بسيط لو هي جات في المنتصف فبيجي بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط تاني كده لو جات في المنتصف فبيجي بعدها ماضي مستمر وبيجي قبلها ماضي بسيط لكن لو جات في البداية فبيجي بعدها ماضي مستمر والشرك التالي بقى ماضي بسيط ادي المثال كده We saw a rubber احنا شفنا اللص والصارق While we were walking along the road بينما كنا بينامشي بامتداد الشارع او امتداد الطريق بحلو كده ديت while وقاز وجص قاز معناهم التلاتة بينما واسناء انزلي بقى على كلمة when when معناها يا شباب عندنا when دي بقى قالت لك انا هعكس القاعدة طالما هي while واس جاس جيب عضو ماضي مستمر ويرموا الماضي البسيط وما عبروش فيه فانا يا when هاخد بعد ماضي بسيط وهرم الماضي المستمر في الشقة التالي تاني كده يبقى when لازم يجي بعدها ماضي بسيط ويه الماضي المستمر في الشقة التالي تب تديني مثال عشان افهم قلت لك when I saw aحمد لما شفت احمد he was playing football هو كان بيلعب كوري القدم فين ان حدث المقطع I was I saw aحمد فين ان حدث اللي كان مستمر ان الواده احمد ده كان playing football كان بيلعب كوري القدم طب لوين جت في المنتصف يا ميس هنغير في تركيبتها لا ما نقولت لك وين اخترت ان يجي بعدها ماضي بسيط وقابلها ماضي مستمر لوين جت في المنتصف فاعرف ان هيجي بعدها ماضي بسيط وقابلها ماضي مستمر تب تب تديني كده المثال نفس المثال اللي فوقه هنغير مثلا هقولك ان علي was reading a book علي كان بيقرأ كتاب وانا عندما the light went اوت لما النور انطفى تاني كده فين نحدث المستمر ان علي كان بيقرأ الكتاب ايه اللي حصل النور انطفى يبقى عايز اقولك ان while وين عكس بعض كلمة while وadd just add لازم ان يجي بعدها ماضي مستمر والاولان يماضي بسيط يبقى لازم يجي بعدها ماضي مستمر جت في البداية هيجي بعدها ماضي مستمر جت في المنتصف هيجي بعدها ماضي مستمر ولكن وين قال هيجي بعد ماضي بسيط والشك التاني يبقى ماضي مستمر بيقولك ضيف كده حاجة الى معلوماتك مهمة جدا ونخلي ملك منها كلمة during كلمة during معناها بينما واسناء لازم كلمة during لو مجاش بعدها فاعل فالفعل هيضلقى متضاف له ing على طول تاني كده while لو مجاش بعدها فاعل فالفعل هيجي بعدها متضاف له ing على طول والشك التاني باص simple tense فالمثال بيقول while running اثناء الجاري رحمة فلدون البيت رحمة سقطت على الارض يبقى while running طب جملة زي دي بتسوي ايه جملة زي دي بتسوي while she was running بينما كانت بتجري رحمة فلدون رحمة وقت على الارض تمام هنا بيقولك يمكن ان تستبدأ while during بمعنى اثناء بس يجي بعدها عبارة اسمية يعني يجي بعدها اسم فالمثال بيقول while I was playing computer game I fell down بينما انا كنت ايه بسمع او كنت بلعب computer game I fell down نمت او مثلا او اغمى عليه او سقط او هكذا فتعال كده مزبط دي فهنقول نستخدم مسلا بيها during فهقول during a computer games اسناء لعب computer games ايه اللي حصل I fell down طب ما ينفعش يا مسك اجيب during playing a computer games لا during عايزة بعدها جملة ايه شباب جملة اسمية لكن while هي اللي عايزة بعدها فيرم وضاف له ING يبقى خلي بالك من دي وخلي بالك من دي اثنين دول خلي بالك من دي لاحظ عند وصف حدثين كانوا حدثين في نفس الوقت لو عايزة اقولك انا كنت بذاكر والام كانت بتجاهز الاكل فده معنى ايه معنى ان انا بذاكر فحدثين مستمرين حدث مستمر والام برضو بتعمل اكل حدث مستمر في الحالة دي هنربط بايه هميس اذا كانوا حدثين مستمرين مع بعض في الماضي هنربط بايه هنجري جارية على واي الوقاز وجستاز هم دول اللي هينقذوني في الموقف ده هيجي بعضهم ماضي بسيط ماضي مستمر والشك التاني ايضا ماضي مستمر تب الديني مثال عشان نفهم لو قلت لك ويل سلمة بينما كانت البت سلمة واس اي تنج كان بتاكل مونا واس ووتشينج تي بي مونا كان بتتفرج على التلفزيون هقولك مثال ويل اي واس اه لسننج ميوسيك بينما انا كنت مستمر على موسيقى ماي برازر اخويا واس بلينج فوتبول كان ميلع بقول القناة يبقى احنا عندنا حدثين يا شباب مستمرين في نفس الوقت كويس قال لي تاب لو انت عندك مثلا حدثين والاثنين موضي وسيط تستخدمي ايه تعالي على اللي بتحب الموضي البسيط مين كلمة وين فهقولك I lost some I lost some homework انا ضيعت او ما عملتش الواجب بتاعي When my computer broke لما كان الكمبيوتر بتاعي متعطى يبقى انا ما عملتش الواجب عندما كان الكمبيوتر بروك متعطى يمكن نحن نستخدم وين قبل زمن الموضي المستمر للتعبير عن زمن كان مستمر وقاطعوا حدث اخر بمعنى ايه هقولك when I was doing my homework بينما انا كنت بعمل الواجب بتاعي ايه اللي حصل The lamp suddenly turned it off النور او اللامبة فجأة كده turned it off افلت طيب الجزئية ده هي تعالي تتذكرها لي وتركزلي عليها ايه كويس جدا لو ما فهمتاش من اول مرة ارجع عيد العشر دايق دول تاني واسمعهم مرة واتنين بحيس ان عايز الجزئية دي جزئية جديدة واو مرة تتقال عندك فيعن هو لو عايز يجيب لك حاجة في الماضي المستمر اكيد هيلجأ للايه للايه وايل واخوتها وين لوحدها والجزئيتين اللي هم اعتبروا ملاحظات والماضي المستمر والماضي المستمر يبقى وايل وقاس جس قاس ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى وين واحيانا ممكن وين يجيب عضاهم ماضي المستمر والشكل تاني ماضي بسيط لو انا هعبر عن حدث كان مستمر وجي واحد تاني قطعه كمل كده معايا خلاص هو كده بيجيب لك بقى جوما هنا تحلها عايزك تزاجر وتحل لحد ما انا نزلك الحل بازن الله اه بعد كده هو بتخلي بقى على سكيل كورنرز احنا خلاص عارفناها دي بيعني بتديك مهارات قراءة وكتابة وتحدث بقى انت تقرأها جده على السريع يعني ما ايش هنا مسلا لو قولي هتكتب براجراف عن الهاندي كرافت انزا ساوس افريكا او ساوس ايجيب طبعا احنا قرأين براجراف عنها لو انت عايز تستعين بجمل منها تمام ممكن بقى انت تكتب براجراف في صغط ان انت روحت رحلة لمسلا لأسوام المدينة جميلة والمدينة رائعة والهاندي كرافت هناك جميلة شفتي هناك مش عارفة بيته في الهاندي كرافت زي كاربت وزي باسكت زي كالور فور بوت الناس هناك مثلا او النساء هناك سوك ليبر مهرين جدا والسياح بيحبوا الهاندي كرافت وكل الكلام ده انا اقدر اكتب براجراف محترم من كل الكلام اللي احنا قرأنا مع بعض ايه وطبعا ايه بلدينج سنتنس كلمات سهلة بسيطة هنا بيقول لك بقى ايه تعالى نركز على دول ازاي عايز تكتب ايميل او براجراف انا بازن الله هحضر لك حلقة كده محترمة عن البراجراف وعن الايميل بيتم ده جهزة حالا ان شاء الله بيتم ده جهزة في وقت اللي احنا فيه اهم حاجة عايزك تزاكر لنا لنا شرحته انت زاكره وماشي وراي فيه وكل انا بفرو ده المفروض انت تحله احنا بازن الله هنقف عند حل وهنزلك الحل وننزل بقى في اخر درسان في الوحدة التانية بازن الله عم موفق بازن الله وضمطم بخير كانت معكم مسيحون ربيع على قناة شوية انجليزي اتمنى يكون الشرح ادر يعني ادرت تفهمه او ادر يدخل دماغك او ادرت تستفيد منه اه ما تنساش اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتشهير القناة على كل صحابك وطفعتك استفيدوا في تغيرك استوضاعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته